لماذا يبكي الشيعة على الإمام الحسين عليه السلام يعترض الكثير من المسلمين على الشيعة ببكائهم على الإمام الحسين عليه السلام بل يعترضون على أصل البكاء على الميت ولكن الله تعالى أمر المسلمين باتباع نبيه صلى الله عليه وآله في كل شيء والأخذ منه والتأسي به في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وأشار إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وآله حجة لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد ورد في كتب المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله بكى في عدة مواضع منها بكاؤه على عمه الحمزة وقال أما حمزة فلا بواكي له بكاؤه على جعفر الطيار وقال على مثل جعفر فلتبكي البواكي بكاؤه على ولده إبراهيم عند وفاته بكاؤه على قبر أمه آمنة بنت وهب عليها السلام بكاؤه على الصحابي الجليل عثمان بن مضعون بكاؤه على شهداء معركة مؤتة وبما أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قد بكى فهذا يدل على استحباب البكاء أو على الأقل يدل على عدم المنع من البكاء وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله بكى مرارا عند ذكر ما سيحدث على الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء وهذا ثابت في مصادر السنة كمسند أحمد تاريخ الإسلام للذهبي سير أعلام النبلاء كنز العمال المعجم الكبير للطباراني باختلاف بعض العبارات إلا أن المضمون واحد فقد قالوا عن تربة الإمام الحسين عليه السلام التي جاء بها جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولما شمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يملك عينيه أنفاضته هذا والنبي صلى الله عليه وآله قد شم قبضة من تراب قبره فكيف لو شم رائحة نحره المنحور هذا والإمام الحسين عليه السلام بعد لم يستشهد فكيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وآله بعد استشهاده فالشيعة في بكائها على الإمام الحسين عليه السلام تتبع وتقلد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومن يمتنع عن البكاء على الإمام الحسين عليه السلام فقد امتنع عن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله والذي يعارض البكاء على الإمام الحسين عليه السلام إنما يعارض فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ترجمة نانسي قنقر